اشتركوا في القناة ادب وفن نتمنى ان تقضوا معنا فيها وقتا طيبا ومفيدا مسرحية النمرود التي الفها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وانتجها مسرح الشارقة الوطني وعرضت اول مرة لدى افتتاح مهرجان ايام الشارقة المسرحية في دورته الثامنة عشرة عام الفين وثمانية هذه المسرحية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم وهي تجوب العالم محققة النجاح تلو النجاح وفي محطة جديدة في الرابع عشر من شهر اغسطس اب المقبل تحط مسرحية النمرود في مدينة مالمو السويدية تعزيزا للتبادل الثقافية كاحدى مفردات الحوار الثقافية الذي يدعو له صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الاعلى حاكم الشارقة وبدعم معنوي ومادي سخي من سموه يأتي عرض مسرحية النمرود التي ألفها سموه يوم الرابع عشر من اغسطس المقبل في مدينة مالمو السويدية تلبية لدعوة فرقة مسرح بلا حدود على مسرح بلديوم وبالتعاون بين دائرة الثقافة في الشارقة ومسرح الشارق الوطني ومرد اختيار مسرحية النمرود للعرض في السويد إلى أنها أحد الأعمال المسرحية المهمة لسموه ونموذج يمكنه أن يعطي صورة عن الحركة المسرحية في الإمارات كان أول عرض لمسرحية النمرود عام 2008 لدى افتتاح الدورة الثامنة عشرة من أيام الشارق المسرحية النمرود بن كنعان فهو قوي يستطيع أن يساعدنا على الضحاة النمرود ها موافقون 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 ودخلت منه واحدة في رأس النمرود ولم يتحمل أزيزها فدع الناس لضربه فهجموا عليه وقتلوه وهذه نهاية كل طاغية من أراد أن يتحم من النمرود فليأتي من أراد أن يتحم من النمرود فليأتي من أراد أن يتحم من النمرود فليأتي مسرحية النمرود التي أخرجها الفنان التونسي المرحوم المنصف السويسي عرضت في معظم مسارح العالم فقد تنقلت ما بين مسارح ألمانيا وإرلندا والمجر ورومانيا كما عرضت في بلدان عربية عدة منها سوريا ولبنان وتونس ومصر في القاهرة والإسكندرية وها هي تحط في السويد قريبا حيث إنها صالحة لكل زمان ومكان وهي عرض متجدد ومستمر هلو أدخلوا في الغار وابن عليه ليموت وهو في داخل الغار أنا المالي كلام أنا طبقنا منك أنتو ساعدنا فقط فقط أنا أرى بكم الأوحد إن مسرحية النمرود هي تجسيد حي للتعادد الثقافي والقيم الفنية المشتركة بين فناني المسرح من كل أنحاء العالم لما يحمله هذا العرض من قضايا إنسانية تلامس الواقع الصاخب الذي يشهده العالم اليوم وتمنح مواطن مختلف دول العالم الفرصة للتعرف على المسرح الإماراتية تتميز النصوص المسرحية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم حاكم الشارقة بطرح القضايا العربية في إطار مسرحي ويحرص سموه على الدعم الدائم والمتواصل للحركة المسرحية العربية إيمانا من سموه بدور فن المسرح في المجتمع وفي التغيير الإنساني للارتقاء بمدارك الإنسان ووعيه الثقافي السريانية السريانية وأكتب لهم وأكتب لهم كل أساطيري بتلك اللغة لوحدهم في هذه الفقرة أعزائي يسعدنا أن نستضيف الدكتور أحمد عقيلي أستاذ النقد للحديث عن بعض اهتماماته في مجال الشعر والقصة والرواية والنقد وخاصة ما يتعلق منها بالإمارات دكتور نبدأ معك من الشعر أنت قدمت عدة محاضرات ودراسات نقدية تنولت فيها الشعر في الإمارات فصيحه وشعبيه ولديك كتب ومطبوعات وأخرى تحت الطبع متعلقة بالشعر الإماراتي وشعراء الإمارات يعني ما الذي يدفعك دائما إلى ذلك وما هي رؤيتك إلى ما تقوم به الشارقة من إسهامات عظيمة في هذا الميدان الشعر هو مرآة الروح الإنسانية والشعر هو نواة الأدب والثقافة والفكر ولا أخفيك قولا أنني منذ وطئة قدمي هذه البلاد الطيبة المباركة لحظت النشاط الثقافي الكبير على شتى الأصعدة الرواية، النثر، الفكر، الأدب، التراث ولكن ما يميز هذا النشاط هو الشعر في مختلف الجوانب سواء على صعيد الإبداع أو الكتابة أو التأليف أو الأنشطة الشعرية من خلال مهرجانات الشعر أو لقاءات الشعرية أو ما تقوم به بيت الشعر في الشارقة من أنشطة واستضافة لشعراء من كافة أقطار الوطن العرب ولعلي أقول وأنا جازم أن للشارقة موقع وسطة العقد في تناول الشعر فالشعر يحظى باهتمام كبير وما نراه من اهتمام صاحب السمو الشيخ دكتور سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله تعالى من اهتمام بالشعر والشعراء وإقامة مهرجانات الشعر الدولية السنوية سواء مهرجان الشعر العربي أو مهرجان الشعر الشعبي هذا من جهة ومن جهة الأخرى ما يقوم به منتدى الثلاثاء في بيت الشعر في الشارقة القديمة من دعوة للشعراء الذين يحضرون ويدلون بإبداعاتهم الشعرية التي تكون من مختلف أقطار الوطن العربي مما يشكل تمازجا ثقافيا قد ترى في أمسية شعرية شاعر من المغرب شاعر من تونس شاعر من العراق شاعر من الإمارات العربية وشاعر من سوريا على سبيل المثال ترى الاختلاف في الأنماط الشعرية الاختلاف في بناء البيت الشعري في الشكل في المضمون هنا يحدث ما يسمى التلاقح الثقافي والملتقيات الشهرية كذلك الملتقيات الشهرية التي تصدف الشعراء من المغرب العربي من العراق من سوريا وأنا كان لي شرف كبير بأن شاركت ومثلت بلدي في مهرجان في ملتقاء الشعر الشعبي السوري نعم هذه الملتقيات الشهرية أيضا تشكل نواة لبنية ثقافية متجددة في هذا البلد بلد الذي فعلا يستعق أن يكون عاصمة الثقافة بامتياز نعم دكتوري بالإضافة إلى الشعر أنت لديك إسهام واضح في مجال القصة والرواية ومواكب باستمرار لكل ما ينشر وينتق في هذين المجالين في مجال القصة والرواية كيف تقرأ واقع القصة في الإمارات ضمن واقعها العربي عموما ومن الذي يميزها طبعا بالنسبة إلى النشاط الأدبي القصصي والرواي هناك حركة ثقافية نشطة في مجال القصة الإماراتية والرواية الإماراتية نبدأ بالقصة طبعا نشاط على صعيد القصة القصيرة أو القصة المطولة نوعا ما نرى كثير من الأنشطة القصصية التي تقدم وترعاها دائرة الثقافة والإعلام ويتم طبعتها إما في كتاب في مجلة كما هو في مجلة الرافض أو يتم وضع لقاءات أو تخصيص لقاءات لأولئك القصص سواء في الاتحاد الكتاب والأدباء في الشارقة أو في إمارة دبي أو في إمارة أبي ظبي لتسليط الضوء على هذا النتاج القصصي الذي يتسم بالتنوع في الواقعية القصة الاجتماعية القصة الفلسفية النفسية هناك حراق قصصي لمجموعة من القصص الإماراتيين الذين أيضا وهذا ملفة انتباهي أن البعض منهم ينجح في مجال القصة والرواية يعني يجمع الإبداع القصصي والإبداع الروايي ولا أخفيك سراً وهذه أنا قناعتي التامة عندما يكون يعني رأس الهرم أو الأب الكبير الذي يرعى الأدب والأدباء والمثقفين صاحب سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسم يحفظه الله أديباً وروائياً ومفكراً وشاعراً فإن الأدب والرواية والشعر بخير فلا نستطيع إلا أن نذكر روايات لصاحب السمو كرواية الشيخ الأبيض والأمير الثائر وأنا تشرفت بقراءة هذه الروايات وهذه الروايات تتسم بالواقعية فصاحب السمو هنا يوقع الرواية يعطيه يقدمها في ثوب واقعي يعني هي مأخوذة من الواقع تماماً فهذا الاهتمام من صاحب السمو انعكس على الروائيين والقصاص فأتيحت لهم مجالات الإبداع في شتى الميادي دكتور هناك إشراقات رواية إماراتية واضحة ولعلنا نتذكر أعمال علي أبو الريش وناصر قبران وإبراهيم مبارك وناصر الظاهري وفتحي النمر وآخرين وما قدمه أيضاً هنا في هذا المجال في مجال الرواية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي حاكم الشارقة من روايات ذات صبغة تاريخية وتوثيقية الرواية الإماراتية ما لها وما عليها من وجهة نظار الدكتور أحمد عقيدي لا شك أن أقول أن الرواية الإماراتية حديثة العهد يعني مداياتها تعود إلى خمسين عاماً خلت وهي استطاعت في هذه الخمسين سنة أن تحقق قفزة لا أستطيع أن أقول هي كالرواية العالمية الروايات العالمية التي مضى لها حقب من الأزمنة ولكنها في طور الارتقاء ولكن ما لاحظته في بعض النتاجات الرواية هي رواية الرواية لمرة واحدة بعض الكتاب الروايين يقدمون رواية ثم تسأل عن هذا الرواية لو أتحفظ عن ذكر الأسماء ترى هذا الرواية لم يعود يقدم عملاً رواية لذلك أنا تتبعت الروايين الذين استمرت أعمالهم الرواية ورواية الأخرى بمعدل رواية كل ثمانية أشهر أو في العام هذا ما يحتاج إلى عمل أن بعض الروايين لا يستمر في الكتابة والإبداع الرواي يكتفي بومضة رواية برواية واحدة ثم يتوقف طيب دكتور يعني لعل اللافت في تقريباتك النقدية أنك لا تكتفي بما تقوم به من دراسات نقدية حول النتاج الأدبي والإبداع عموماً ولكن أيضاً أنت تذهب إلى أبعد من ذلك تذهب إلى نقد النقد نفسه ما الذي يدعوك إلى ذلك وما أهمية ذلك بالنسبة للحركة الأدبية والثقافية العربية وتطورها عموماً؟ السؤال جد مهم أستاذي الكريم النقد عندما يتناول الناقد ناقداً آخر فإن الحركة النقدية بخير وكثير ما يشاع أن النقد هو عبارة عن نيل من الإبداع النيل من إبداع الشاعر النيل من إبداع الرواي النيل من إبداع القاص وذلك ينظر إلى النقاد نظرة سلبية وعندما يقدم الناقد دراسة نقدية عن ناقد آخر فإنه يكشف هذا النقد إن كان فيه شيء من التحامل أو أنه كان نقداً مثالياً واقعياً صحيحاً ثم لا أخفي كسيراً أن صلب تخصصي أنا هو في نقد النقد فقد قدمت كثير من الدراسات في الحركات النقدية يعني تناول الحركات النقدية ليس فقط على الصعيد العربي وإنما على الصعيد الغربي ودرست لينيو ويليك وأوستين وارين وغيرهم طبعاً قدمت دراسة لدكتور إياد عبد المجيد كان له كتاب في آليات قراءة الشعر قدمته قراءة نقدية في نقد النقد عندما يوجد ناقد وناقد ينقد نقده فهذا يعني أن الناقد ليس في حل عن المحاسبة هناك عين ناقدة أخرى تلاحظ نقده وكما تحدثت حضرتك في مرة سابقة أننا بحاج إلى حركة نقدية تواكب الإبداع الأدبي تواكب الشعر تواكب الرواية تواكب القصة تواكب حتى النشاط المسرحي لأن هذا النقد هو المرآة التي تجلو هذا الإبداع فعينما تكون هذه المرآة مرآة أخرى تراقب هذه المرآة فنحن إذن بخير والناقد يشعر أنه مراقب وأن هناك من يراقب نقده فيقدم نقدا مثاليا واقعيا علميا نعم ولا شك أن هذا ينعكس على الثقافة جلها في العالم العربي ودعني لو سمحت لي أن أقول فعلا يعني يجب أن أقوله بكل احترام أن الشارقة الشارقة الحبيبة التي أعتز بمحبتها هي منبر وهي شمس ثقافة تصطع في العالم العربي في انفتاح على ربوع الأرض المصرية كلها يواصل بيت الشاعر في الأقصر تنقله لاكتشاف أصوات شعرية جديدة وفي أحد أنشطته ذهب بيت الشاعر إلى محافظة بني سويف في شمال الصعيد نتابع ذلك في رسالة الزميل مستجاب عبدالله ليلة أخرى من ليالي بيت الشاعر بالأقصر التي ينقب ويبحث خلالها عن شعراء التسم برهافة الوجدان فقد شهدت قاعة قصر ثقافة بني سويف أمسية شعرية بحضور وفد بيت الشاعر بالأقصر الذي استمع لشعراء محافظة بني سويف وهم يلقون أروع ما لديهم من أشعار كل قلوب العشاق ممرات للشمس الليل ضفائرك النخلات حكاية ليلتنا وليال أخرى عند الصبح تجيء القبرة العاشقة تهمس في أزن العصفور يطير يعود وفي منقار العشق مواسم أخرى انتقال بيت الشاعر بناسه وبالقائمين عليه إلى الأقاليم بيدي دفع للشعراء وبيحسسنا أنه فيه ناس بتتابع فيه ناس شايفاك يعني أنت ما بتكتبش للفراغ ومن فراغ لكن فيه ناس بتقدرك وبتهتم بكتاباتك فدفحة ذاته بيعمل حراك ثقافي بيعمل حراك في مجال الشعر يسعى بيت الشعر بالأقصر لإلقاء الضوء على إبداعات شعراء الأقاليم من خلال تنظيم الأمسيات أو ندوات الثقافية كما أنه يتبنى طباعة إصدارات تحوي أعمالا نقدية لإبداعاتهم عصفور الفجر يزاز قبل النور ما يقوم من نوم فيرخمه صيقة لحن غريب والنار بالطيب من لمس الشور وشعر المن وسين يتميل جنب البن دخان الشعر يخور وينام جنب الفجان تتفك طلصي وبان والعيف الجيل يا حبيبتي للاتي يموت مع رنة أول ضغن الفجر وهو صن الفجر وهناه الشعراء ينتظرون الكثير من عطاءات بيت الشعر هم ينتظرون ليس فقط أن يشاركوا في الأمسيات وليس فقط أن ينتقل إليهم بيت الشعر وأنما ينتظرون أن يتبنى بيت الشعر ضباعة إبداعاتهم وأيضا ينتبنى إلقاء الضوء من خلال الأعمال النقدية التي سوف تكرس لأعمال هؤلاء المبدعين أيضا هم يتقلعون إلى أن يكون هذا البيت مثابة لإلقاء الضوء على المشهد الثقافي بشكل عام وعلى التعامل مع كافة الأنواع الأدبية وليس الشعر فقط جمهور محافظة باني سويف استمتع بما قدمه الشعراء في هذه الليلة فقد قدمت هبا مصطفى قصيدة صديق الحزن وهي شعرة من باني سويف تكتب قصيدة نثر منذ عشرين عاما صديق لدود الحزن المارد الذي استحبته للمدرسة خبأت منه السعادة الشحيحة في حقيبتي لم أستطع تغيير السقوب التي كان يصنعها في حياتي تجربة بنتي شعر تجربة مهمة جدا في مصر ويعني كونها جاتي النهاردة بقى نسويف وراحت الفيوم دي تجربة مهمة جدا لأنها بتتحرك من الأقصر مش بس عطاقها بيبقى في مكانها عطاقها بقى خارج الأقصر وامتد المحافظات وجه قبلي ونتمنى أن التجربة تتكرر إن شاء الله عدد من الروائيين والنقاط حضروا الأمسية الشعرية بقصر ثقافة بني سويف وأثنوا على مبادرة انتقال وفد بيت الشعر لتنظيم أمسيات شعرية لشعراء الأقاليم هذه التجربة مفيدة جدا خاصة بالنسبة للأبناء الشعراء الجدد الشباب اللي يقولون عليه الشباب الصغير دلوقتي لأنهم بيحسوا أنهم متواصلين مع الذين سبقوهم في المجال وغير كده بيحسوا أنهم محط اهتمام للكبار ولم يقتصر الأمر على تألق شعراء بني سويف فحسب خلال الأمسية بل كان الغناء حاضرا أيضا هذه الأمسية تأتي في إطار مبادرة بيت الشعر للانتقال إلى محافظات مصر المختلفة للتعرف عن قرب على المشاهد الشعرية في تلك الأماكن بيت الشعر بالأقصري يتنقل من مكان إلى آخر للبحث عن الشعراء المتميزين راسما لوحة إبداعية تحوي بداخلها ألوان الشعر المختلفة لبرنامج أدب وفن قناة الشارقة مستجاب عبدالله محافظة بني سويف وبهذا ينتهي اللقاء ويتوقف المشوار على أمل اللقاء بكم في مثل هذا الموعد من الأسبوع المقبل نستودعكم الله وإلى اللقاء اشتركوا في القناة